وخلينا نتفق إن احنا كل ما بنقرأ أكتر كل ما بنعرف أكتر مهم جدا إننا نقرأ مهم جدا إن احنا نعرف أكتر عن ثقافات الشعوب التانية مش بس عن ثقافاتنا لأن القرية الحقيقة هي بوابتنا للعالم الكبير العالم الواسع اللي من خلاله بنقدر نعرف بنقدر نحلل بنقدر نفهم بنقدر نتوقع أحيانا اللي ممكن يحصل علاقات الدول ببعضها الحقيقة فيها مجالات كتير للتعاون مبارح كان فين المجال ده وبنهاردة وصل لفين بكرة ممكن يكون عندنا إيه أو بيتخطط له إزاي هو ده الحقيقة اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة احنا النهاردة في حلقتنا اخترنا لكم كتاب مختلف كتاب مهم جدا متميز كتابنا النهاردة بيتصنف تحت نوع الأدب الرياضي بيتكلم عن العلاقات التاريخية ما بين مصر واليونان والعلاقات التاريخية دي في اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم وهي كرة القدم على مدار أكتر من مئة سنة كتابنا هو اسمه كرة القدم في المدن الجامح حكايات كتير هنسمعها حصلت من اسكندرية لحد تيسالونيكي للكاتب الصحفي الأستاذ عمر البانوبي والحقيقة أنه قبل ما نتقابل معاه طبعا هنعرف تفاصيل أكتر طبعا كلها منه تفاصيل أكتر طبعا كلها منه